بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التدريب الثاني استمع وقعد آدم هل تستطيع أن تقرأ أين شبالته من فوق إلى تحت أو إلى الأسفل الميكروفون الميكروفون أوكي ثم غدا حسن صبح صور صوار صالح صديد صد أحسن آدم هل تريد أن تقرأ طيب إذن أنا سأقرأ صبح أحسن هل تستطيع أن تقرأ أحسن صلها أحسن طيب هل تستطيع أن تقرأ هنا أحسنت يصحبون أسروا 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 نعم أحسن آدم هل تريد أن تقرأ أم ذهبت أم ماذا فعلت طيب حراسة قميص مصة قارس نكاسة أحسن أحسن حراسة خميص 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 خاميص خام خاميص نعم خاميص نعم مسة خارسة نكاسة أحسن بارك الله فيك الآن التدريب الثالث استمع واعث الآية الأولى أو الآيات الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصاق فأتي صفا فستبصر ويبصرون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات وقصد في مشيك وغضد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوك الحمير طبق الله العظيم الآن هل لديك أي سؤال؟ طيب ننتقل إلى الصفحة التالية التدريب للغو استمع ثم ضاع الرقم في المربع المناسب هذا هو كل ما هو د课 تدريب اصبحت الأصاب وانت تختار الثهر وانت تفكتل وانت تختقال وانت تختر وانت تختر وانت تختر بين الصوراتين ي選ك بين الصوراتين تختر بين الصورتين الصورات الثانية رقم واحد الصورة الأولى الصورة الأولى الصورة الأولى احسنت رقم اثنان مصطفى يستيقظ مبكرا صورة الأولى نعم أحسنت رقم ثلاثة هيا بنا إلى البيت صورة ثانية احسنت رقم أربعة ضعي القرآن بجانبك الصورة الأولى الصورة الأولى صورة الأولى صورة الأولى الصورة الأولى الصورة الأولى مككة صورة الأولى صورة الأولى صورة الأولى صورة الأولى صورة الأولى Aber ich glaube nicht, dass das auf Mككة ist الله أعلم Das muss irgendetwas anderes sein Ja, ورunter Kommt jetzt مكة Ich hab das auch nicht erkannt Okay Je nachdem Was man als Schule So bezeichnet oder Denkt, das kann man dann auswählen Genau, es könnte auch Saituna sein Allah Es sei denn Scheich Adam weiß etwas Weißt du, was dieses erste Bild ist? Das hier Okay, weißt du aber Was auf dem ersten Bild ist? Ist das vielleicht eine Moschee bei euch? Was? Das erste Bild bei Nummer 5 Rokam Kamsa Das sieht so wie eine Das könnte vielleicht wie eine Moschee Möschte Saituna sein Kennst du die Moschee nicht? Oder ist das vielleicht was anderes? Finde ich nicht Okay, dann machen wir weiter Das ist alles Ich frage es Das ist meine Moschee Okay Das ist die Moschee Und das ist die Moschee Das ist die Moschee Oder Das ist das vielleicht Das ist die Moschee Das ist die Moschee Oh allez Das ist das völlig أولى الصورة الثانية الصورة أولى هذا هو المسجد الحرام الصورة الأولى نتاقل إلى التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب سيسويب الغمال ثم تقوم بسيتي سيسويب الثانية أولى الصورة الثانية أي صورة نختار أو أي صورة صورة الجيم جيم نعم جيم أحسنت صورة جيم هي الأولى طيب هذا مجرد من الإنترنت رقم 2 وصل للفجرة في المسجد الحرام أي صورة نختار صورة الدال نعم أحسنت دال طيب الآن رقم 3 أنا مسافر إلى المدينة صورة الب صورة ب أحسنت طيب الآن رقم 4 أنا ذاهب إلى البيت صورة ألف صورة ألف أحسنت نسأل آدم آدم أحسنت 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 رقم 5 وصل للجمعة في المدرسة ألف أحسنت مدرسة ألف وليس صورة ألف وليس صورة البيت أحسنت صورة ألف أحسنت سؤال الأول أين تصل للجمعة؟ اسم باسم فاظر مكلابك؟ أضع هابك؟ سألة جمعة إلى المسجد الحرام نعم، لدينا نبس هنا أو تأغبين سنختار أيضًا سنختار أيضًا إلى السؤال أيضًا قابل، سنما دع رقم المربى المنسيب أيضًا، أنت تأخذ في الأسابة ويأتي بخطتي سورة الباب هذا سيكون سيكون ماذا تتحدث عن هذا البيت؟ المترجم للجمع أين تتحدث عن هذا البيت؟ سورة دال نعم أحسنت سورة دال طيب الآن آدم رقم اثنان أو السؤال الثاني هل أنت سوري؟ نعم أنا سوري ما شاء الله أوكي وأي سورة نختار؟ أين تتحدث عن هذا البيت؟ ألف ألف أحسنت أنا عربي أنت عربي ومسلم الحمد لله ماشي الآن رقم ثلاثة أين المسجد الحرام؟ حسن سورة البا نعم أحسنت با طيب الآن آدم رقم أربع هل أنت مريض؟ سورة الواو نعم سورة واو أحسنت بستوك خانك هل أنت مريض؟ خمسة أين المسجد النبوي؟ حسن سورة ح سورة ه ليس ح ه ه أحسنت رقم ستة هل تستيقظ مبكرا؟ آدم أي سورة نختار؟ سورة الجيم نعم سورة جيم أحسنت جيم هل أنتقلوا إلى التدريب الأخير التدريب الرابع هل أنتقلوا إلى التدريب الأخير؟ هل أنتقلوا إلى الجمل؟ هل أنت قمت سورة تدريب الأخير؟ ثم ضع ثم ضع إلى مكة يوم الخميس للصلاة في المسجد الحرام سورة ألف سورة ألف أحسنت نعم طيب رقم إثنان آدم ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة أحمد في المسجد الحرام يصلي العصرة سورة الباء سورة أحسنت نعم صحيح أحسنت الآن رقم ثلاثة وضع وضع هنا 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 وضع بعد صلاة العصري also in dem audio steht بعد صلاة العصري eigentlich was mich auch Zeit genommen hat dass ich das nachfrage eigentlich sollte das بعد صلاة العصري sein weil بعد ist ja ein وضع und danach kommt مضاف إليه dann muss man sagen بعد صلاة العصري deswegen والله عالم also wenn es vielleicht eine andere Meinung gibt da muss ich nochmal ein bisschen so nachforschen das schöne ist also hier kommt jetzt ein bisschen so Geschichte wie die arabische Sprache aufgebaut ist in der Grammatik es gibt auch in der arabischen Sprache Meinungsunterschiede und die zwei größten Madrasa die zwei größten Schulen in Arabisch sind die Kufiyun und Basri Was ich gehört habe von jemandem der Arabistik studiert ist dass die Basri Yun eigentlich die stärkeren sind warum wenn man mit Grammatik ankommt und sagt die Grammatik ist so oder die Grammatik sagt so sagt man was ist dein Beweis im Arabischen ist das Beweis Gedicht man holt vom Gedicht Beweise und sagt guck mal hier gab es diese Haraka und deswegen ist es dann so die Kufiyun haben was ganz schönes gemacht die Kufiyun die haben selbst ihre Gedichte gemacht und haben gesagt guck mal der Gedicht sagt so Subhanallah also wir lassen es jetzt mal bei Salat al-Asri يقرأ القرآن يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام ماذا نختار أحسن نعم الآن رقم أربعة آدم أحمد يسكن للصلاوات الخامس في المسجد الحرام ماذا نختار ألف أمب 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 أحسن رقم خمس رقم خمس müsste eigentlich davor sein wir haben die Reihenfolge unterschiedlich gemacht also der letzte Satz يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام لصلاة الجمعة طيب قبلها كنا نقول بعد صلاة العصر يقرأ القرآن ماذا نختار يا حسن سورة 2 حسن 2 سورة 2 هل ماذا نختار سورة هل سورة تخبير ماذا نختار سورة فربنا عافنا وعافو عنا واحفظنا بأسرار الفارح